كثيرا ما تنجح الدول في حل خلافاتها والتي منها ملفات الأراضي المتنازع عليها ولكن أن تكون هناك معضلة لأراضي متنازع عليها في بلد واحد ويعجز من يسمون أنفسهم سياسي البلد عن حلها فربما لن تجد مثلها إلا في عراق اليوم فما بين خلافات محتدمة في سنجار وتدهور أمني بمدينة خانقين في محافظة ديالة وشد وجذب في كاركوك تبدو العلاقة بين بغداد وأربيل بل والعلاقة ما بين الأحزاب الكردية أيضا قلقة وقد تنفجر في أي لحظة صحيفة العرب الجديد أشارت إلى سيطرة جهات سياسية على المناطق المتنازع عليها والصراع فيما بينها لتوسيع نفوذها فيها وسط محاولات حكومية لإيجاد تسوية لذلك وفد كردي رفيع المستوى زار بغداد لبحث أزمة المناطق المتنازع عليها وإمكانية وضع حلول لها إلا أن الاجتماعات لم تتمخض عن حل للأزمة رئيس اتلاف الوطنية إياد علاوي حذر من خطورة تدهور الأوضاع في تلك المناطق لافتا إلى أن ضعف التنسيق وعدم متابعة الاتفاقات السياسية هي سبب الخلاف بين الحكومتين بل أن مسؤولين أكراد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين قال قائم مقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محمخليل إن ميليشيا الحشد عملت بالتعاون مع ميليشيا البككا على تعيين قائم مقام جديد في القضاء على أسس غير قانونية لتنفيذ أجندات خاصة مدينة كاركوك التي يحتدم فيها الصراع بين حكومتي بغداد وأربيل وكذلك بين الأحزاب الكردية نفسها تعيش وضعا أمنيا قلقا دفع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة كمال كاركوكي إلى التأكيد بأن الحل يكمن في تسليم الملف الأمني والإداري لأهالي المحافظة واختيار محافظ غير منحاز لأي جهة وتبقى المناطق المتنازعة عليها نقطة خلاف بارزة وفاصلة بين حكومتي بغداد وأربيل التين لم تفلحا في التوصل إلى حل توافقي لها حتى اليوم